حكا يا اسمين ده اللي بسميه الستة مش ملزمة الستة مش ملزمة انها تعمل تبر اهل جزها وتعمل ربنا فيهم لا تبرهم طبعا لا تبرهم وتحترمهم تحترم لكن هي مش مسؤول عن خدمتهم اه بس الجزاء من جنس العمل لكن تبرهم تبرهم طبعا وتساعد زوجها على بر امه وابوه والمقدار يقدر يحلها بمساعدة خارجية اشوفي حقول لحضرتك هي تبره وتبر اهله في انها تساعده على ان يبر امه ويبر اخواته لو ليه اخت ولا حاجة وارملة ولا مطلقة ولا كده اما في الارث بيورس ضعفين ليه يعني حكمة ربنا في الميراس يعني عشان بس يعد يتنافس ان هو يدخل في الميراس وياخد الضعف وبعدين يسيب بقى امه ويسيب اخته ويسيب في حاجة وفي احتياج لا سبحان الله يعني ربنا وما ربك بظلم للعبيد فيه صور حقيقة في مجتمعنا وزا انا بكرر دايما الحقيقة هو حتة الدراما بتاعتنا ارجوكو يا كتاب الدراما نبتدي فعلا نصور المرأة العربية والمرأة المسلمة بالصورة الحقيقية في مجتمعنا اللي عشنا فيه وصورة الاب مش مايبقاش فيه سخرية من ابا او ام مايبقاش فيه ترياقة مافيش الولد مايجهرهاش كده بالصوت كده ولا يجهر بالخصومة مع امه وابوه ماهما عملوا فيه حيعملوا فيه ايه سبحان الله ده لو حتى اكرهوه على الشركة هو ربنا بيقوله هو سبحان الله فالتعمه وصاحبهما في الدنيا معروفة وربك اعلم بمن اتقى يعني ربنا عالم عالم بالصرائر انت هتعامل امك وابوك ازاي بحس ان انت فعلا حيرضلك والله في الدنيا قبل الاخرة يعني سبحان الله والصور عديدة والنمازج عديدة والسيرة بتقول وحياتنا بنشوف قدام عنينا كان في في السيرة برضو حد كان بيقوله على انه هو من اهل الجنة كان يجيب اللبن يعدي على والدته الاول ويشرفها ده سبحان الله التلاتة اللي كانوا في الصخرة سبحان الله وضاقت عليهم فسبحان الله واحد عشان العفة لان كانت بنت عمه دعاتهم رأف أبا وقبال حضرتك ازاي وعفها سبحان الله والراجل اللي كان بتاجر مع احد الناس وربنا يقدله بسم الله وان شاء الله من واسع فابتدى يرد لهذا الرجل يعني الاتراء اللي وصل ليه كده بسببه يدلو حقه والثالث بقى اللي هو سبحان الله بر امه وابوه ازاي انه هو كان عنده بيحلب الشاه ويستنى كده يروح عشان يسئي امه وابوه ولما شافهم نيمين تنوا ماسك كده سبحان الله الكوب كده لغاية مساحيهم دخاب مرضاشي صحيهم كمان لغاية هم مساحي سبحان الله وسقاهم نشوف عبد الله ابن عمر سبحان الله لما شاف كده واحد كده كان اعرابي وكان هو سيدنا عنده سبحان الله كده عمامة كده مشهورة كده يعني معروف بيها وراكب الحمر بتاعه فلقى الاعرابي ده قال له الله انت ابن فلان فاستوقفه فجي قال العمامة بتاعته وقال له يعني تفضل البس الامامة الجميلة دي وادى له الحمار بتاعه وكان راجبه سبحان الله فلما كان معاه باحد الصحابة وقال له الله ده الاعراب دول ما يعملهمش قال له لا يا اخي ده كان ابوه صديق ابويا لان ربنا امرنا بايه بكمان ببر صحيح اصدقاء ابائنا واماتنا وكان النبي يحب اصدقاء خديجة بعد ما مات لا سيدنا خديجة سيدنا النبي كان بيفرش سبحان الله يقول لك دي كانت بتزورنا مش كانت بتزورنا ايام خديجة سبحان الله لا السيرة الحقيقة احنا ان شاء الله برضو لابد ان احنا نفرت حلقة لدور الام ازاي ومكان الام حتى ومكان المرأة في الاسلام ان شاء الله عشان الناس تعرف ان الام سبحان الله يعني مش مجرد بس ولادة وخلاص لا ده الام دي لها مكانتها العظيمة امك ثم امك ثم امك ثم ابوك وانت ومالك لابيك يعني شوف ازاي سبحان الله ما ساب لناش حاجة ربنا من غير مدانة خريطة منورة جميلة بحيث ان احنا فعلا نقتدي بيها يعني ربنا ما سابش عباده تايهين ابدا يعني هدانة طريق المستقيم بحيث ان احنا فعلا نودهم ونبقى يعني وحتى كمان البر انت خيالي بقى لما سيدنا النبي لما يقول البر بالامة او الاب سبحان الله بأجر الحج والعمرة والجهاد الله يعني ايه المهريات دي ايه الحلاوة دي